الفريق ما بقلوش موسم وبيخرج من المعسكر بعد كم شهر من انضمامه يعني لازم يعرفين ان هم الموضوع ده يتقسم لعدة اتجاهات اولا القصة دي عقوبتها ايه ثانيا التفاوض الرولز بتاعته الشروط بتاعته الليمتس بتاعتنا ايه وان الزمالك يتعامل بموقف وموقع الكيان الكبير مش هتدوس على الناس يعني بس المخطئ يعاقب والنظام يتم التعامل معه بشكل يليق باسم نادي الزمالك من اكبر واحد لاصغر واحد عشان كده انت اذا نجحت في الاختبار اللي حصل بعد ايام من توليك المسئولية فانت هترسي للمستقبل نظاما غابة عن الزمالك فادى الى ان اي حد بيسيب المعسكر عشان يوم الخميس ده يوم مقدس لكن احنا نقول لكم ايه اللي تكتب في تقرير الكبن عبدالواحد السيد التقرير كان كالتالي بحسب مصدر مسئول لبرنامج الماتش قدم عبدالواحد السيد مدير الكرة بلادي الزمالك تقريرا مكتوبا بشأن الازمة اللي تسبب فيها الثلاسي اكد عبدالواحد السيد على انه علم بما حدث من سلاة الفريق من اداري الفريق ليلة المباراة توجه عبدالواحد السيد الى غرف السلاسي في الفندق وبالفعل لم يجدهم اكد على انه ابلغ الجهاز الفني بقيادة اسوريو وبجانب ابلاغ عضوي مجلس الادارة احمد سليمان وحسين السيد بحفظ الالقاب كما ذكر ان السلاسي غادر الفندق بملابس مختلفة تماما عن زي الفريق اكد على انه تواصل مع السناء الزناري وصبحي واستفسر منهم عما حدث وعادوا في ساعة متأخرة ذكر ان شيكابالا تحدث هاتفيا مع فتوح واستفسر منه عن اسباب خروجه من المعسكر ورد فتوح كان مسيرا للدهشة والاستغراب وقال نصا انا في مشوار في حاجة ولما اخلص هاجي ذكر عبدالواحد السيد في تقريره انه طلب من شيكابالا بابلاغ اللاعب بعدم العودة الى المعسكر من جديد وانه خارج الحسابات طلب عبدالواحد بتوقيع اقصى عقوبة على الثلاثي وتغريمهم ماليا وخصم من عقودهم ليكونوا عبرة للباقين ده على لسان مصدر في نادي الزمالك انه ده اللي تكتب في تقرير الكابتن عبدالواحد السيد مدير الكرة في نادي الزمالك على فكرة بعيدة انا مبسوط جدا برد فعل الجمهور بيفهم الناس دي انت كلكم بتفهموا قوي يعني ودي حاجة معروفة يعني بس انه مثلا قصة فتوح دي من كام شهر لما رئيس الزمالك السابق طلع اتكلم في حقه بشكل لا يليق جمهور الزمالك انطفت دفاعا عن فتوح لكن نفس اللاعب اللي الجمهور الزمالك عايزه يجدد ومتمسك باستمراره لما عمل حاجة زي دي جمهور الزمالك انطقت بقوة وعنف فتوح ورغم ايه ده الظرف اختلف كمان ده اللاعب على بعد كام شهر من نهاية عقده دلوقتي مرحلة مفوضات دي ناس بتفهم لكن احنا تواصلنا مع مصدر مقرب من الكابتن احمد فتوح الزهير الايصر في نادي الزمالك عن لماذا خرج فتوح او كيف يرى الموقف حاليا